اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد وعدتكم ان اتحدث في خطبة عن ظلم الزوجات للازواج وهذا يحتاج الى بيان لانه في الاصل ان يقع الظلم من القوي على الضعيف والمرأة هي الضعيفة والرجل هو القوي ولكن هناك صور من الظلم يفرضها الواقع الذي نعيشه في هذه الايام ايها الاخوة الكرام اول صورة من صور ظلم الزوجات للازواج وربما هذه الخطبة لا تطرب الزوجات في البيوت لانهن تعودنا على ان يكون الواعظ والمرشد والمحدث في صفهن ولكن هذا انما هو وصف للحال ومن اجل ان نعود الى جادة الصوى ايها الاخوة الكرام صورة من صور الظلم التي تقع في البيوت ظلم الزوجة لزوجها من حيث تدري او لا تدري ترك الطاعة بالمعروف في الاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها وفي رواية دخلت الجنة من اي ابواب الجنة او الثمانية شاءت الاصل ان تطيعه وان يكون البيت فيه ربان واحد والربان هو قائد السفينة هذا التمرد الذي نراه في البيوت سببه وسبب من اسبابه وسائل التواصل هذه تعلم تلك وتلك تعلم اختها والاخت تعلم ابنة عمها وبنت العم تعلم جارتها والصديقة تعلم صديقتها والمسلسلات انما اقول للذي يكتب المسلسل ويضع هذه الزوج المتمرد على زوجها انت من حيث لا تدري تزرع في نفسي كل انثى تشاهد التمرد وترك الطاعة بالمعروف من ترك الطاعة بالمعروف ايها الاخوة الكرام خروجهن من البيت بغير رقيب ولا حسيب ارجع الى البيت لا يرها اين انت تقول مع صديقاتي تقول ذهبت الى المكان الفلاني الاصل ان لا تخرج الزوجة من بيتها الا باذن زوجها حفاظا على كرامتها حفاظا على عفتها ونحن في مجتمع كثور فيه الذئاب ايها الاخوة الكرام ومنها ايضا ان لا تسمح لأحد ان يدخل الى الدار دار الاسرة دار الزوج ايضا ايضا لا يترتب اي موعد او اي لقاء حتى ولو كانوا من الارحام والاقارب الا باذن وترتيب الزوج او الترتيب فيما بينهما فان فعلت غير ذلك فقد اساءت وظلمت زوجها ايها الاخوة الكرام صورة من صور ظلم الزوجة لزوجها سوء العشرة سوء العشرة الا يكون التعامل راقيا ومن سوء العشرة ان تتكلم معه بكلام تتجاوز فيه الحد وتتجاوز فيه الادب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل عند الله درجة الصائم القائم حسن التبعل حسن الادب وحسن الاخلاق سبحان الله عندما ندخل في التحكيم بين الازواج فيما بينهم في خصاماتهم ويصل الحد الى الطلاق اسمع بعض الجزئيات ومن بينها اقولها لكم حتى تعلموا اذا تجاوز الامر بين الزوجة والزوج حد اللباقة واللياقة في الكلام فاعلم انهم دخلوا في ايتون الطلاق يعني مع التحتريمه لا امام اولاده ولا امام اهلها ولا امام اهله تشتمه هذا انما هو ظلم ولو كان الخصام يعني كبيرا حسن التبعل وحسن الادب انما هو من شيم الانسان المؤمن صورة من صور الظلم ايها الاخوة الكرام انما هو عدم تمكين المرأة نفسها من زوجها اذا دعاها الى عش الزوجية الان الان نرى على الشاشات وفي المسلسلات كيف تتمنع وكيف انها في ايقون اخر ربما تصاحب لا سمح الله او انها تهاتف او انها تتآنس وما اكبر الخطر الذي وصل الى بيوتنا من خلال هذه الشاشات زوجة تحادث رجلا وهي زوجة على سنة الله ورسوله على زوجها انما تخونه تخونه بكلامها ونظراتها ايها الاخوة الكرام الرجل اذا دعا المرأة دعا المرأة او امرأته الى فراشه فابت فبات غضبانا عليها بات غضبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا الرجل له حاجات مهما كانت الخصامات يجب ان تنتهي عندما يدخل الزوج الى غرفة الزوجية ان يدعوها فتتأبى تأتينا رسائل ان امرأة تتأبى على زوجها منذ سنة طيب هذا الرجل ماذا يفعل انت تفتحين له ابواب الحرام قبل ان تفتحي له ابواب الحرام في ليلة من الليالي اندعاك وبات غضبانا عليك والغضب هنا انما هو لشيء في نفسه تجاه زوجته وهي حلاله قال لعنتها الملائكة حتى تصبح ايضا ايها اخوة الكرام صور من صور الظلم انكار الجميل انكار الجميل في كل ما قدم هذا الزوج تاريخ ثلاثين اربعين سنة عشرين سنة خمستعشر سنة الان الظروف صعبة ولكن كانت تاريخ تليدا اي مجيدا مليئا بالعطاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر العشير تقول له ما شفت منك يوم فيه خير نبي عليه الصلاة والسلام قال يا نساء يا معشر النساء تصدقن من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال جزئية قال تكفرنا العشير تكفر العشير المرأة فالمرأة يجب أن تكون من أهل الوفاء ألم يتعب في سنين الغربة لو كنتم في سفر ألم يكن رجلا شهما في تربية أولاده ألم يكن الآن تنظرين إلى ضعفه إلى الحالة المادية ربما هو الآن في حالة مرض تحنه الله عز وجل لا تكفر العشير أيها الإخوة الكرام صورة من صور ظلم الزوجة لزوجها هي إهمال تربية الأولاد والمؤسسة الكبرى في التربية هي الأم الأم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي الآن أغلب مشكل أغلب النساء ماسكي الجوال فتحي بس بس يزر بيقول لك قديش اليوم جلستي على هذا الجوال هي سبعة وهي تمانية وتسعة لو جلستي في توجيه الأولاد الولد بحاجة إلى أن يكون نعم لنا يوم القيامة لا نقمة علينا فكيف بالمرأة إذا كانت سببا في إيقاع الخصومة بين الأولاد وبين أبيهم توحر في صدره عندما يأتي مساء هو بحاجة إلى الراحة وبحاجة إلى سكن البيت والله يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكن أول ما يدخل تقول له فلان فعل كذا وفلان فعلت كذا وهو في هم وغم وما أكثر الغموم فيوقع بينهم ربما ضربا أو شطما فتكون قطيعة وضغينة بين الآباء والأبناء ما هو السبب هي تلك المرأة التي لا تتمتع بالحكمة أيضا أيها الإخوة الكرام إرهاق إرهاق الزوج بالنفقات الباهظة من غير حاجة هذه المرأة التي ليس لها شأن إلا أن تطلب نحن في حالة يرثى لها أيها الإخوة الكرام لم يمر في التاريخ الحديث على أهل هذه البلاد ما يجري في هذه الأيام صدقوني المرأة الصالحة هي التي تتمتع بحسن التدبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يد يعني تحن عندها حنية إلى الأولاد في الصغر وترعى الزوج عندما يكون ذا يد ذا يد يعني حاجة فاقة عندها حسن تدبير كم نحن بحاجة إلى محاضرات في حسن التدبير بشأن المعيشة في هذه الأيام أيضا من ظلم الزوجة لزوجها هي أن تأخذ من ماله بغير حق تأخذ من ماله لجيبها أو تأخذ من ماله لبيت أهلها فآذا إنما هو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة هذه أمانة الزوج إذا كان لا يأمن على ماله في بيته من زوجته فأين يأمن مسكين كل يوم بيعمل هيك ناصين لا يدري ماذا يقول هل يشك في زوجته فلتتق الله عز وجل أيها الإخوة الكرام آخر صورة من صور الظلم وما أكثرها اختصرت الخطبة حتى يعي الناس وتعي الزوجات في البيوت لا أريد أن أكثر من الكلام لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضه آخر صورة من صور الظلم هي أن تطلب الطلاق من غير حق ما فيش ما فيش موجب وأعظم من ذلك إذا كان عندها أولاد إذا كان عندها ضنى إذا كان عندها نعمة الوهاب ولد ولدين ثلاثة ماذا هل تريدين يعني أن تجربي مرة أخرى إنها وهذا يأتي من باب التخبيب تخبيب ربما ما هو التخبيب أن يأتي رجل والعياذ بالله أن يحثها على الطلاق من أجل أن تدخل بيتا آخر فيه رغد وفيه مال وفيه ساعة في الحياة إلا بدي عيشك بالأحلام أو أنها ليس لديها قدرة على التحمل وإنما مؤسسة الزواج يجب أن تتمتع بقاعدة تربوية أخلاقية عمادها الصبر والحلم زي ما في صبر وما في حلم لا يكون هناك زواج ولا تكون مؤسسة تربوية أسرية أي ممرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس ما في سبب فحرام عليها رائحة الجنة ظلمتيه من أجل الظروف اللي هو وظلمتي أبل ما تظلمي الزوج ظلمت الأولاد فلتصبري صبرا جميلا الحياة تحتاج إلى صبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صبروا ومن بعدهم وآباؤنا صبروا على قلة ذات اليد ولكن الصبر مفتاح الفرج ولن تدوم شدة اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ربك بالفرج وظلام الليل له سروج حتى يغشاه أبو السروج كل هذه الأمور التي ذكرتها من ظلم الزوجات للأزواج إنما نضعها جانبا إذا كان هناك تقوى مخاف من الله عز وجل وهناك صبر إنما هم عماد الأسرة في هذه الحياة ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا وأستغفر الله شكرا شكرا